بين جحيم البقاء على حدود بيلاروسيا أو العودة إلى المصير المجهول في بلادهم هكذا يجد المهاجرون العالقون في بيلاروسيا لاسيما السوريون منهم أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر وسط مخاوف من التعرض لانتهاكات في حال العودة وكالة رويترز نقلت عن مهاجرين سوريين عالقين في بيلاروسيا أنهم مضطرين لتحمل الظروف الإنسانية الصعبة هناك خشية العودة إلى بلادهم والتعرض للاعتقال والمساءلة على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الحكومة السورية وذلك رغم فشل المحاولات في الدخول إلى دول الابتحاد الأوروبي وبحسب وكالة رويترز فإن العديد من المهاجرين السوريين والعراقيين العالقين على تلك الحدود أكدوا تعرضهم للضرب المبرح من قبل شرطة الحدود البيلاروسية عند الحدود مع بولندا أكثر من مرة مشيرين لنقلهم إلى منشأة في منطقة جرودنو التي جمع فيها مئات المهاجرين الآخرين من دول أخرى الكثير من المهاجرين لا سيماء السوريون منهم وفق تقرير رويترز يفضلون العودة إلى الغابات بين بيلاروسيا وبولندا رغم ما تشهده تلك المنطقة من ظروف جوية وإنسانية صعبة على الرجوع إلى بلدهم وذلك لخوفهم من انتقام قوات الحكومة السورية كون أن بعضهم مشقون أو مطلبون للتجنيد الإجباري هذا ولا يزال آلاف المهاجرين من سوريا والعراق ودول أخرى عالقين على الحدود في بيلاروسيا على الرغم من إرسال بلدانهم عدة رحلات جوية لإجلائهم من تلك المناطق وسط إسرار بعضهم على البقاء وعدم الرجوع إلى ما أسموه بالمصير المجهول